تزود بالزاد النافع ليوم القيامة الزاد الذي هو التقوى والذي اقتضي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل يوم لقاء رب العالمين لقد اعتبروا بالطعام الذي يأكلونه والذي زهدوا فيه وقاسوه بالدنيا كلها فأخذوا من تحوله في الجهاز الهضمي الدرس والعبرة فقللوا منها وزهدوا فيها روى التبران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من ابن آدم وإلى قدحه وملحه إلى ما يصير إليه وروا ابن حبان بالفظ أن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا لقد اعتبر الصائم من نظارة الأطعمة في أوائلها وخبث عواقبها فكان تقيع كما جاء في دعاء الخروج من الخلاء الحمد لله الذي أذاقني حلاوة الطعام وأبعد عني أذاه أيها الأحباء الكرام وما إن أتم المؤمن شهر الصيام شهر رمضان إلا وأشرف عليه شهر الحج فاذكره بيوم القيامة وبالقبر ووحشته وغربته واذكره الاستعداد للحج بالاستعداد ليوم الرحيل روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد قالوا نعم قال فسفر الآخرة أبعد مما ستسافرون فقالوا دلنا على زادها فقال حجوا لعظائم الأمور وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور فيا أيها الأحباب الكرام إذا كنا نسافر ونودع أهلنا وذوينا وأحبابنا ونترك أموالنا ونتجرد من ثيابنا ويستوي فقيرنا وغنينا عند الحج فإن هذا يذكرنا بالسفر الطويل الأبدي سفر الانتحاق بالرفيق الأعلى سفر الموت حيث الذهاب بلا إعلام